للأسبوع الثاني على التوالي وصل جهاز مكافحة الإرهاب مدعوما بقوات التحالف الدولي سلسلة من العمليات الواسعة في منطقة جبال قاراتور شمالية نينوة وعلى الحدود مع أربيل ضمن قضاء مخمور تضمنت العمليات إنزالا جويا وضربات للتحالف الدولي بلغت أعلاها يوم الخميس الماضي إذ شن تحالف ثلاثين غارة جوية وذلك بحسب بيان عراقي رسمي قال إن تلك الغارات استهدفت معاقلة ومخابئة لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال قاراتور التي تقع إلى الجنوب الشرقي من نينوة بنحو 65 كيلومترا ويصل طولها إلى قرابة 40 كيلومتر يبلغ أعلى مرتفع في قمم جبال قاراتور حوالي 2100 متر ولها تسعة مرتفعات كل واحد له اسم وفيها قرى كثيرة ومختلفة مثل الداري والزود وتافان وتتميز بصعوبة تضاريسها وكثرة الكهوف والملاجئ والممرات الجبلية فيها والتي يصعب على السيارة والآليات العسكرية التقدم خلالها مسؤولون عسكريون في بغداد قالوا إن جبال قاراتور هي من المناطق الحدودية بين إقليم كردستان ونينوة وتصنف ضمن المناطق المتنازع على إدارتها بين بغداد وأربيل وباتت ملاذا جديدا لإرهابي تنظيم داعش ويعتقد أن قسما من عناصر التنظيم قد دخلوا العراق مؤخرا قادمين من سوريا واحتموا في الجبال كملاذ مؤقت لهم أو كمنطلق لتنفيذ الهجمات في الجزء الشمالي من البلاد مسؤول في الاستخبارات العسكرية العراقية كشف عن إجراء تجربة لتنفيذ عملية توغل لقوات راجلة بين جبال تلك السلسلة ولكن نجمت عنها خسائر بشرية ضمن القوات الحكومية لذا فإن العمليات تتركز الآن على التصوير والرصد الجوي والقص أو عمليات إنزال في مناطق معينة وأكد المسؤول إن القوات العراقية تسيطر حاليا على ثلث مساحة المنطقة الجبلية في قاراتور أما الباقي فمحاصر ولكن هذا لا يمنع وجود إمكانية التحرك من قبل جيوب التنظيم الإرهابي هناك المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة لواء تحسين الخفاجي قال إن الجهات الأمنية لديها معلومات استخباراتية مهمة عن معقل داعش في جبال قاراتور ولذا تسدد ضربات جوية نوعية على أهداف التنظيم مع بعض العمليات النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب وبين إن العمليات المشتركة لديها تنسيق مع قوات البيشمرقة ضمن ملف محاربة داعش في تلك المنطقة ترجمة نانسي قنقر